أقامت الجمعية الأردنية لرياضة الصيد احتفالا بيوم الشجرة في موقع غابة الجمعية في منطقة جاوى جنوب عمان ويأتي الاحتفال في إطار مشروع التحريج الوطني ومبادرة عشرة ملايين غرسة حيث تسعى الجمعية للوصول إلى مليون غرسة في غابة الجمعية والمناطق الأخرى من المملكة انطلاقا من دور الجمعية في حماية البيئة والطبيعة واستدامتها من خلال هذه المشاريع وقام المشاركون في الاحتفال بزراعة الأشجار الحرجية المنوعة في غابة الجمعية في منطقة جاوى وهي أرض خصصتها وزارة الزراعة للجمعية لتحريجها ولتكون مقرا لأعضاء الجمعية ونشاطاتها هذه قطع حرجية تم منحها للجمعية وزي ما تشايفين هو من أحد المشاريع الناجحة احنا سياسة قطع الحراج هي التشاركية مع جميع القطاعات وأيضا دخلت من ضمن مبادرة العشر مليون غرسة والتي هي مبادرة مهمة جدا إن شاء الله كل عام سيكون لدينا مليون غرسة بطريقة مستدامة ومحمية من كل الجهات هذه الأرض حصلنا عليها من وزارة الزراعة ضمن مشروع التحريج الوطني كشريك استراتيجي في موضوع التنوع الحيوي لزيادة البقع الخضراء في المملكة من 3% لأربعة ولمكافحة التصحر وزيادة ضمن مبادرة المليون غرسة